اشتركوا في القناة صحة وسعادة وبداية عام دراسي جديد فهذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة وهذه محدثتكم دكتورة نادة الملة نكون معاكم تقريبا على مدى ساعة اللي هو الناقش فيه القضايا اللي تهمكم مواضيع اللي تثير اهتمامكم أو اللي حابين تسئلون عنها عندكم اقتراح عندكم ملاحظة عندكم شكوى عندكم فكرة ممكن تحسن من أي من الخدمات في دبي بشكل خاص وفي الامارات بشكل عام فهذا هو منبركم وعشان تتواصلون معانا بنذكركم برقامة التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006 طبعا بداية هذا النهار الجميل ثم تعودتوا دايما فقراتنا متنوعة في البرنامج واحنا نشجعكم ان تشاركون في كل فقرات الموجودة البرنامج الإذاعي دائما دائما نثريه بمداخلات المستمعين خلونا الاحين نروح اولا لفقرة السوشال ميديا نشوف ما هو جديد في عالم السوشال ميديا شو في اخبار شو في ترندي معانا طبعا زميلتنا اسم الجناح الى دائما تيبنا اخر ما تم نشرفها وسائل التواصل يا صباح الورد يا اسما صباحكم الله بالنور والدكتور عليك وعلى كل المستمعين حياة الله ناخد شوي جولة على الاشياء الاخطية في توشال ميديا طبعا نحن نفكرة هاي مركزين على موضوع وجود الآن نظام المواعيد المطور والجديد في رعاية الصحية الأولية وفي وسم الرعاية الصحية الأولية بنظام المواعيد نتمنى أي شخ عنده ملاحظة ممكن يكتلاف الوسم حتى ممكن يخاطبون نحن مباشرة على قناوات الواصل الاجتماعي بالأخص سويتر وإنستجرام وإذا عندهم أي ملاحظة وأي اختراح ممكن أصلا نحن وصلها للمختصين وكذلك على الرقم المجاني ممكن يحجزون مواعيدهم على 834 سنين وهذا يعني وأفضلهم لنتفادي وقت الانتظار فأنت ياه موعدك قبل 20 دقيقة ضبط أمورك وتطلع صحيح وغير هذا نحن يجب إن شاء الله لايب على حسابات الانستجرام لايب على برق الإمارات وهيئة الصحة وبرق الصحة ونتكلم عن أمراض القولون اللي عنده أي يعني تخوف أو استفسار فرصتهم أن يتكلمون مع المختصين لأن بيكونوا مختصين في أمراض القولون والقولون العصبي وغيرها فممكن أن يتواصلون معهم حول أي استفسار عندهم إن شاء الله ونختمها بالرسالة الإيجابية اللي عودناهم عليها الفترة اللطافة النجاح الحقيقي هو في جودة عملك وكيفية وصولك لهدفك نتمنى أن تتحقق كل أهدافكم صباح الأخلاص والنجاح والتميل يعطيك ألف عافية أسماء ونتم بصحة وسعادة ونتم بصحة وسعادة إن شاء الله نشكرك على الرسالة الإيجابية الأكيد تبث عبر ذبذبات الأثير طاقة إيجابية جي أسمي ونهارج سعيد نهارج من السوشال ميديا عزائي المستمعين رح ننتقل للفقرة التبعوية التغذوية بنتكلم اليوم نصائح غذائية لحياة أكثر صحة بيكون معانا إن شاء الله اختصاصية التغذية في حياة الصحة بتبيئ الأستاذ عايشة الحمادي بتعطينا شوية نصائح تفيدنا لمحافظة على حياة أكثر صحة وأكيد أكثر سعادة صباحة شوارد أستاذ عايشة أستاذ عايشة ليه ما تجهز أستاذ عايشة رح نعطيكم دراسة على السريع عن عصير رمان الرمان ما شاء الله فاكها جميلة جدا وتتميز بلونها الجميل ولها فوائد كثيرة يقول أطباء إن تناول كوب من عصير رمان يوميا مفيد للصحة يعزز الدماغ ليس فقط دماغ الأجنة كما كان يعتقد سابقا بل جسم الأطفال بكاملة ويوصون بإعطاء عصير الرمان بصورة خاصة للأطفال لأن يساعد على نمو الطفل وتعزيز منطومة المناعة لديه ويؤثر إيجابيا على الدماغ ويؤكد أطباء المستشفى بريغهم في بوستن في بلاد المتحدة إن يساعد على تحسين نمو الأجنة والأطفال الصغر يوصون بإعطاء عصير رمان لمنع واقب غير مرغوب بها في نموهم ونحافتهم لأن يحتوي على مجموعة كبيرة من البلوفينولات التي تختزن فيها حمض التانيك وحمض الإلجنتين هذه المواد تخترق حاجز الدم في الدماغ وأثبت عن طريق التجارب فعالية الوقائية من الأمراض التنكسية العصبية لذلك طرحة فرضية تفيد بلن عصير رمان يمكن أن يؤثر إيجابيا في نمو وتطور دماغ الأجنة في مرحاة الطفولة المبكرة أنا أؤمن كل الفواكهة ماشاء الله مفيدة وزينة كل فاكهة عبارة عن جوهرة من الفوايد بس طبعا ناخذها بحرص بالحسس الموصة فيها اللي هي حصتين يوميا ناخذها وفي فضل ناخذها كفاكهة كاملة عشان نستفيد من الألياف وما ناخذ معدل أكبر من السكر الموصة به يوميا راح نرجع لحين شاء الفقرات التغذوية مع الأستاذ عايشة الحمادي يا صباح الورد أستاذ عايشة صباح النور دكتورة أهلا فيك في صحة وسعادة عطينا شوية نصائح غذائية شو محضرتنا اليوم لحياة أكثر صحة وأكثر سعادة اليوم بنرمس عن قاعدة خمسة ثمين واحد صفر لحياة أكثر صحة فهي قاعدة لتغيير نمط حياتنا لجعلها أكثر صحة ويفتاهم في الوقاية مستمنة والعديد من الأمراض المصاحبة لها نعم مثل مرض السكر وابتصاع ذات الدم وغيرها من الأمراض المزمنة فكل رقم يرمز من نمط حياتي معين المفرد مستبع في البداية رقم خمسة يشير إلى تناول خمس حصة يومية من الخضروات والفواكه اللي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف لأهميتها لتحسين صحتنا فهي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والنمو بشكل سليم ويحفظ على الوزن الطبيعي نعم مثلا خاصة طلاب المدارس يرمون يضيفون التوت أنواع الصواكه المفضلة عندهم تحلية الكورنفليكس بدال التوكولت وسكر المضاف أيضا يرمون يجربون أصابع الجزر والأخيار مع تغنيسة من الحمص أو اللبنة كوجبة صحية خفيصة في المدرسة أو أن يضيفون الخضروات المفضلة عندهم في صلصات المعكارون هذا بالنسبة رقم 5 أما بالنسبة رقم 2 سيشير إلى تخصيص ساعتين يوميا فقط لمشاهدة التلفاز والأجهزة اللوحية فمشاهدة التلفاز لمدة طويلة يساهم في قلة الانتباه والتركيز والخفاض معدل القراءة وأيضا يرتبط مشاهدة التلفاز مع تناول مزيد من الوجبات الخفيفة وزيادة الوزن فمثلا الروم نكتب قائمة بالأنشطة ترفيهية لنود القيام فيها بدل من الجلوس أمام الشاشة مثل السباحة ركب لعب كرة القدم والعديد من العشطة أما رقم 1 سيشير إلى اللعب ساعة على الأقل في اليوم أو أكثر لأن المحافظة على النشاط البدني ضروري للمحافظة على الوزن الطبيعي والوقاية من الأمراض المزمنة وهشاشة العظام فلازم نمنح التلفاز والأجهزة اللوحية استراحة شوي ونصير نلعب براء فاللعب والحركة يساهمون في بناء العضلات تقوية العظام والتقليل متوتر أما رقم 0 فهو يشير إلى الابتعاد عن تناول المشروبات العالية بالثكر فلازم نشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا استبدال المشروبات العالية بالثكر بالأسائر الطبيعية دون إضافة الثكر وشبك وبيم الحليب والحد من إضافة الثكر للعصايا لأنه يساهم في تقليل فرص الأصابة بالثكر من النوع الثاني والمحافظة على الوزن والمحافظة على صحة الأسنان بدل من ذلك نقدم نجرب إضافة شرائح من صواكف الماء لإضافة مكة طبيعية ومميزة في النهاية أنصح الكل في تطبيق قاعدة 5-2-1-0 في حياتنا للفصول على حياة صحية مليئة بالنشاط والطاقة ومتجنب السنة ومخاطرها ممتاز فالاختصار الـ 5-2-1-0 فالـ 5 هي خمس حلص من الفواكه والخضار اثنين ايو نخص ساعتين فقط في اليوم لمشاهدة التلفاز والأجهزة اللوحية واحد ساعة يومية المرسة الرياضة وصفر المشروبات الغنية بالسكر ايو والابتعاد نهائيا عن المشروبات الغنية بالسكر ونبدلها بالأشياء الصحية اكثر العطاير الطازجة ممتاز صراحة قاعدة توقع انه سهل الواحد يحفظها ويتتبعها بدأ ما يفكر يقولك شو مفوض انتناخذ اكثر شو مفوض سوي فهذه القاعدة جدا جميلة توقع لازم كل احد يكون خزنها عنده في التلفون ويكتب كل رقم شو مفوض يسوي عشان يتحافظ على صحة على صحة افضل اكيد شكرا لك استاذة عايشة الحمادي اخصائي التغذية فيها تصح بتبعها المداخلة ونهار سعيد مع السلامة شفتوا القاعدة البسيطة 5-2-1-0 5-5 حصم الفواكه والخضار 2 ساعتين فقط من التلفاز يوميا طبعا لما نقول التلفاز نقصد حتى الأجهزة اللوحية والتليفون وغيرها ودائما نشجع خصوصا لنفسنا وحتى للأطفال تحطون دايمر مؤقت أو تايمر في التليفون لأن لما نقصد على التلفاز أو على وسائل التواصل أو على الأجهزة اللوحية أيًا كانت مثل ما يقولون يسرقنا الوقت ما تحسون غير وانتوا قاعدتوا ساعات طويلة والحين في بعض الأجهزة فيها ميزة حلوة يقيس لك ال screen time أو كم قاعد أنت على التليفون فتشوفون أرقام مهولة يعني نهاية كل أسبوع يعطونكم شي مثل report تقرير كامل كم قاعد أنت على التليفون فندقق فقط في هذا التقرير بتشوفون نحنا ما ننتبه لفعلا عادي الساعات الكبيرة لنقعدها على تليفوناتنا والأجهزة اللوحية فهذا جدا مفيد فعشان شي أفضل دائما نحط مؤقت من المؤقت انسكرا وانسكرا الجهاز ونسبة مع عياننا ومع عائلتنا بعيد عن أي أجهزة اللوحية هنطلع إن شاء الله فاصل بعد الفاصل بيكون عندنا مزيد من مواضيع الشيقة فتقوّل تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على والرسائل النصية على طبعا مركز دبي للتبارع بالدم التابع لهئة الصحة في دبي غني عن التعريف وحصل على عضوية جمعية بنوك الدم العالمية التي تتخذ من أمستردام بهولندا مقرا لها بعد توفير خدمات ذات جودة عالية وفقا لأحدث التطورات العالمية تتماشى أهمية هذا الإنجاز مع استراتيجية الهيئة في تحسين كفاءة الرعاية الصحية وتوفير خدمات ذات جودة عالية من خلال بناء كادر طبي وفني متخصص وفقا لأحدث التطورات العالمية في طب نقل الدم كما يعزل إنجاز نفسه من القدرات الفنية والعملية للعاملين في المركز نتكلم عن نتكلم عن إنجازات مركز دبي للتبرع للدم وكفاءات العاملين فيه يسعدني يكون معنا إن شاء الله اليوم في الستوديو الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بالدبي وصباحة ورد دكتورة مي صباحة ورد والسعادة دكتورة نادا أهلا فيك وحياة الله ونتكلم أول شي عن نبذة نعطي للناس عن مركز دبي للتبرع بالدم التابعة لهاية الصحة بالدبي نعم مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد اللي يتعامل مع المتبرعين في الدم في إمارة دبي يستقبل سنويا حسب إحصائيات عام 2018 استقبلنا ما يقارب 66 ألف متبرع بالدم وهو الأعلى على مستوى الدولة فحيث يقوم المركز بيسحب 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة ويتميز طبعا بكفاءة البنية التحتية للمركز من حيث الأجهزة والمعدات والتقنيات بالإضافة إلى الجهود اللي تقوم بها هيئة الصحة في دبي بإعداد وتأهيل العاملين لحتى يكون مستوهم بأعلى المستويات العالمية المركز معتمد من جمعية بنوك الدم العالمية وهي معروفة بصرامة معاييرها منذ عام 2012 وهو أول مركز التبرع بالدم داخل الدولة يحصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم العالمية اللي هي الـ AABB بالإضافة لأنه المركز تم اعتماد عام 2018 من ISO البريطانية ويعمل بمعايير عالمية صارمة لضمان سلامة المتبرع بالدم وسلامة المريض متلقي الدم ممتاز دكتورة ميت طبعاً مركز التبرع الدم عندك كثير من الإنجازات أحد الإنجازات هو حصول على اعتماد جمعية بنوك الدم العالمية شو أهمية هذا الاعتماد وماذا ذكرت هو أول مركز يحصل عليه شو أهمية الاعتماد وشو الإنجازات الأخرى الحقاقة بمركز التبرع دكتورة ندا الاعتماد الدولي طبعاً حسب المعايير العالمية يضمن جميع الإجراءات المعمول بها بالمركز اللي هي الإجراءات الفنية والطبية بالإضافة إلى الإدارية تكون متماشية مع أفضل وأرقى المعايير العالمية وهذا طبعاً يضمن سلامة نقل الدم الدم الوحدات الدم اللي تخرج من المركز إلى مستشفيات الدولة طبعاً نصرف دم إلى مستشفيات هيئة الصحة في دبي بالإضافة إلى حالياً 37 مستشفى في إمارة دبي اللي هي من المستشفيات القطاع الخاص بالإضافة لأنه هناك تعاون بين بنوك الدم فنصرف الدم إلى بنوك الدم الثانية في أبوظبي والعين وفي وزارة الصحة وكذلك نستلم منهم في الحالات الطارئة فالاعتماد الدولي يضمن أنه جميع إجراءاتنا تكون بمعايير عالمية لضمان السلامة لأنه حسب إحصائياتنا يوجد 150 جنسية تبرع بالدم داخل الدولة وهذا طبعاً تحدي كبير لأنه لضمان سلامة ومأمونية نقل الدم هناك فحوصات تجرى بس هناك كثير من الإجراءات اللي تضمن سلامته باعتبار ناس جايين من مختلف دول العالم مختلف الأمراض ممكن أنه يحملون فضمان سلامة ومأمونية الدم اللي يعتبر دواء بعد ما يخرج من بنك الدم لا يتم إعادة فحصة هذه نقطة جداً جداً مهمة فإحنا من يخرج الدم من عندنا على أنه دم سليم لا يتم إعادة فحصة مرة ثانية في المستشفيات بخصوص الأمراض المعدية اللي تنتقد فهذا يكون تحدي كبير لبنوك الدم على مستوى العالم فلذلك لازم تكون فيه إجراءات جداً صارمة من حيث السلامة من حيث الجودة أنه فيه اختيار المتبرع فيه فحص الدم فيه تصنيع الدم يعني بنك الدم هو معمل ومصنع أدوية يطلع منتج يروح إلى وريد المريض فلذلك لازم يكون كثير من الإجراءات والسياسات التي تضمن سلامة نقل الدم الاعتماد الدولي يساعدنا على اتباع معايير حتى نوصل إلى سلامة ومؤمونية المتبرع والمريض ودائماً في نقل الدم يقولون من الوريد إلى الوريد يعني فيه كثير إجراءات بين صحب الدم من المتبرع إلى أن يوصل هذا الدم إلى وريد المريض مثلاً نقلة خزنة بالإضافة إلى الفحوصات التي تنعمل فهي سلسلة من العمليات يجب ضبط جودة وسلامتها لضمان سلامة المريض متلقي الدم صحيح دكتور لا نتكلم عن رحلة المتعامل إذا كان لديه أي حد يسمعنا يتبرع في الدم فكيف تبدأ رحلتها كيف يوصل للمركز هل يأخذ موعد ما الإجراء يستيق أو ما يوصل يعني رحلتها بشكل عام عشان إلا يسمعنا ويتحمس ويتبرع بالدم يعاف كيف تمل الإجراءات هذه نعم طبعا نحن نحب نقول اليوم من هذا المكان أنه التبرع بالدم طوعي بنسبة 100% في دولة الإمارات وهذا الشيء اللي خلى دولة الإمارات تنحط من أفضل دول العالم في قائمة أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 2010 والمتبرعين بالدم طبعا من كرمة ومن أنبل الأعمال الإنسانية لأنهم يجون يتبرعون دم ويصرفون وقت وجهد لشخص ما يقابلو طول حياتهم ما يعرفون لين هذا الدم يروح الإجراءات اللي احنا عندنا بالمركز وفي تقريبا مختلف بنوك الدم هي أنه التسجيل تعبئة استبيان التبرع بالدم وبعدين يروح للفحص الطبي حتى نتأكد من أنه شروط التبرع بالدم موجودة فيه لضمان سلامته وسلامة المريض ثم التبرع بالدم طبعا هيئة الصحة في دبي وتوجهات استراتيجية هيئة الصحة المتماشية مع رؤية الإمارات 2021 في إدخال خدمات ذكية في ضمان سعادة المتعامل وتقصير رحلة المتعامل فقد أطلقنا في عام 2017 تطبيق دمي الذكي اللي هو تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة يقصر من وقت الخدمة ويسهل عمليات التبرع بالدم فإحنا اليوم ننصح أنه الأشخاص اللي يرغبون بالتبرع بالدم أسهل شي أنه يذهبون إلى الموقع الخدمات الذكية لهيئة الصحة في دبي وينزلون تطبيق دمي يحوي تطبيق دمي على جميع المعلومات اللي يرغب المتبرع أنه يعرفها قبل التبرع بالدم مثل شو شروط التبرع بالدم شو فوائد التبرع بالدم وين يذهب بالدم بعد التبرع شو الفحوصات اللي تنعمل وشو هي مراحل رحلة المتعامل بالإضافة لهذا التطبيق يسمح للمتبرع أو الشخص اللي يرغب بالتبرع أنه يبدي عملية التبرع بدم هو جالس في بيته أو في مكتبة أو في المال قاعد مع عائلتها فيعبي الاستبيان ويعني يتم عملية التسجيل وتعبئة الاستبيان من خلال استخدام الهاتف الخدمات الذكية والهاتف المحمول هذه طبعا ستقصر من رحلة المتعامل 20 دقيقة وبعدها بعد ما يتم من الإجراءات هذه النظام لح يعطي كود يسمي QR كود ومن يجي للمركز أدنى مجرد قراءة هذا الكود فورا تنتقل جميع المعلومات إلى النظام الألكتروني ويذهب فورا إلى الممرضة لإجراء الفحص الطبي فهذا طبعا يقصر من وقت الخدمة ويخلي المتبرع عنده وقت كافي يقرأ المعلومات ويثقف ويرد على الاستبيان الذي يحتوي على 43 سؤال ولغرض التسجيل يجب أن يبرز الشخص بطاقة الهوية هذه هي الهوية المعتمدة الوحيدة داخل المركز لإثبات الهوية وبعدين طبعا يتبرع بالدم لمدة 10 دقائق ويبقى في بعد التبرع جالس يتناول بعض السناكس الموجودة البسيطة حتى نتأكد من أنه سلامته بعد التبرع بالدم وطبعا نشكر على هذا ونتمنى أنه يحضر للتبرع بالدم مرة ثانية ممتاز الآن بعد ما يتبرع الشخص بالدم هذا الدم كيف تم معالجته كيف تم تصنيفه أو تقسيما المختلف محتيوات الدم المختلفة عشان ناس تعرف أنه كتر دمها أصلا قيم يعني الدم ما ياخد كوحدة الدم ولكن يتم تفصيله لجزئات أخرى فأنا أعطيهم شوي بنفذع عن هذا الموضوع دكتورة ماي نعم عندما يتبرع المتبرع بالدم الكامل احنا نسميه 450 مليلتر من الدم يذهب هذا إلى مختبراتنا ويتم فصله إلى مكونات فمن كيس الدم الواحد ممكن نستخرج على الأقل ثلاث مكونات أول مكون هو كريات الدم المركزة والتي تستخدم لعلاج فقر الدم عند المرضى لأن تحبيع على كريات دم حمرة التي هي مسؤولة عن الهيموغلوبين ونقل الأكسجين وممكن أن نستخرج صفايحات دموية مركزة وهي الخلايا الموجودة مسؤولة عن التخثر فالمرضى التي عندهم نزف بالدم وعندهم اعتلال في عمل الصفايحات الدموية فيحتاجون إلى صفائح دموية طبعا هذه أمرها دكتورة ندا خمسة يام فقط فهي قصيرة العمر فذلك نحتاج دائما أن نسحب ونوفر صفائح دموية بينما كريات الدم الحمرة تبقى 42 يوم وبالإضافة لهذا ممكن أن نطلع راسب القري ونطلع البلازمة الدم الطازجة التي تحتوي على عوامل التخثر وتحتوي على كثير من البروتينات لتعويض النقص في سوائل الجسم عند كثير من المرضى التي يصر عندهم نزيف أو حرائق مثلا بالجسم فإلهي استخدامات الطبية المتعددة فالمتبرع بالدم يوم يتبرع الدم كامل ممكن يساهم في إنقاذ حياة ثلاثة إلى أربع أشخاص لأن كل مكون يروح إلى مريض مختلف وهذه يعني اليوم الرسالة اللي نحب نقولها إنه إذا تبرعت بالدم أو تبرعت المتبرعة بالدم فمعناها إنه لحي يساهمهم في إنقاذ حياة ثلاثة إلى أربع طبعا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى صحيح دكتورة مي نتكلم عن الحملات التوعوية اللي تسوونها في مركز زباية للتبرع بالدم ومدى استجابة المجتمع لمثل هالحملات اللي تسوونها طبعا إحنا اعتمادنا دكتورة ندث رئيسي على حملات التبرع بالدم فإحصائيات المركز تبين إنه 80% من وحدات الدم المسحوبة هي عن طريق حملات التبرع بالدم باستخدام حافلات التبرع بالدم المجهزة بأحدث الأجهزة وكذلك نحن نعمل حملات داخل الوزارات والجامعات مرات بدون استخدام باصات بس باستخدام أسرة متنقلة وإحصائياتنا عام 2019 إلى حد نهاية شهر ثمانية تم إجراء 446 حملة تبرع بالدم طبعا هذه الحملات هي الغاية منها مثل ما ذكرت حضرتش أنه تسقيف وتوعية الجمهور نعطي فلايرز ونعطي بروشورات عن أهمية التبرع بالدم فؤد التبرع بالدم بالإضافة إلى أنه نسحب دم من المتبرعين يتم تنظيم هذه الحملات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة جمعيات إنسانية جمعيات خيرية جامعات شركات طبية والإقبال عليها جدا رائع يعني إحنا مثلا حمد لله والشكر إنه محجوز الـ الـ إلى حد ثلاثة شهور القادمة فدائما نحجز لأن حقيقة هي المورد الرئيسي للدم واليوم طبعا مع التوسع في الخدمات الصحية ونشاط الصياحة العلاجية في إمارة دبي ففي زيادة كبيرة على الدم يعني إحنا إشقدنا سحب اليوم قلنا إنه كريات الدم الحمر أمرها 42 يوم لكن إحنا ندرى ما تبقى عندنا كريات دم حمر تصل إلى يوم 42 يوم من يعني لأنه الصرف جدا سريع وكونتينيو إحنا طبعا بصورة مستمرة نسحب دم صحيح الدكتورة مي الناس دايما تتسأل تقولك أنا عندي سكر ما قدر أتبرع في الدم أنا عندي رابو ما قدر أتبرع في الدم نمر سريعا على الشروط لازم تكون موجودة في المتبرع عشان يقدر يقدر يقدم طلب ويتبرع في الدم طبعا الشروط موجودة على دمي التطبيق الذكي إذا أحد يحب يشوفها بصورة أفضل بس طبعا بصورة عام مشروط التبرع في الدم بالنسبة للأمر هو بين 18 إلى 65 سنة بالنسبة للوزن يجب أن يكون الشخص أكثر من 50 كيلوغرام طبعا يتمتع بصحة وعافية جيدة يكون نايم زين يوم التبرع في الدم بالنسبة للأمراض المزمنة مثل دائما الضغط والسكر إذا يكون المتبرع عنده ضغط ويوم التبرع في الدم ضغطة كان ضمن الحدود الطبيعية ممكن أن يتبرع بالدم بالنسبة للسكر إذا كان الشخص ياخذ حبوب لعلاج السكر أو الرجيم فقط ممكن يتبرع بالدم إحنا حننقيس السكر وإذا يكون بالمعدلات الطبيعية ممكن يتبرع بدون أي تأثير عليه بس الأشخاص اللي ياخدون إنسولين كعلاج للسكر من فضل أنه يتبرعهم بالدم لأنه يصير تذبذب بمستوى السكر فمن ريد نعرضهم إلى أي خطر بس بالنسبة الباقي الأمراض مثلا إذا يكون عنده ربو إذا يكون عنده حساسية هذه كلها أشياء ما لا تتعارض مع التبرع بالدم ممكن يتبرع بالدم بس اللي مصابين مثلا بأمراض مزمنة مثل فشل كلوي فشل بالعمل الرئة أو مثلا لا سمح الله سرطان الدم هذول اللي طبعا تكون حالتهم الصحية ما تمكنهم للتبرع بالدم وحب أقول إنه الإمرأة المرضع لا يجوز تبرعها بالدم والإمرأة الحامل لا يجوز تبرعها بالدم يعني بالنسبة لباقي الأمراض فيعتنا طبعا رقم على مركز الاتصال ممكن إذا أحد عنده غير هذه الأشياء ذكرناها ممكن يتصل ويعرف الجواب إذا يقدر يتبرع أو لا أو يرجع إلى تطبيق دمي شروط التبرع بالدم وممكن أنه يشوف الجواب عن التبرع بالدم ممتاز وصلني إلى سؤال غريب قبل مدة لما كان كنت تبرعت بالدم عندكم فقالت يا دكتور هل التبرع بالدم ينقل الأمراض النفسية؟ كنت أكيد ما تنتقل أمراض النفسية بالتبرع بالدم قلت له وعدت هذا الصدف دكتورة ما يبس ألا الجواب من أهل الخبرة هل تنتقل أمراض النفسية؟ لا طبعا لا ما تنتقل والحمد لله الدم سليم وآمن الإمارات من أفضل الدول عالميا في سلامة نقل الدم لأن المعايير الموجودة لاختيار المتبرع والفحوصات يعني بنوك الدم في دولة الإمارات من أغلى المختبرات الطبية لأن الفحوصات تكشف الفيروسات في فترة الحضانة وهذه فحوصات جدا غالية الثمن ليس كل الدول تقدر توفرها بسحمد لله في دولة الإمارات جميع المختبرات بنوك الدم بأعلى المعايير لضمان سلامة نقل الدم نحن في كثير دكتورة نادة لما يجون المتبرعين ومثلا لأي سبب نمنع المتبرع من التبرع بالدم يزعلون المتبرعين فهي كثير من الشروط هي أما لضمان سلامتهم كمتبرع أو لضمان سلامة متلقي الدم فلذلك من يتبرع الشخص فيه 43 سؤال كثير ناس تقول شو هالأسئلة وليش تعيدوها بس هي حقيقة موضوع لضمان سلامة المتبرع أو سلامة المريض اللي لح يأخذ الدم طبعا نحن طبعا همنا دم بسلامة الطرفين المتبرع والمتلقي لأن ما نبان يعني متبرع يتبرع بالدم ومعنا أشوف الناس رغبتهم فعلا لحبي يتبرع بالدم لكن الضرهم طبعا الأفضل هم ما يتبرعون فننصح لكي هم يشوفون الشروط ويشوفون الأسئلة في عضية تطبيق دمي للتبرع للدم قبل التوجه للتبرع بالدم أنا شاكل لك الدكتورة ميرا وف مدير مركز زبيل للتبرع بالدم وجودك معا اليوم إن شاء الله في الستوديو إن شاء الله تكون هالمقابلة تلهم الناس اللي للحين ما تبرعوا بالدم أو بعدهم مترددين إنهم توجهون تبرعوا الدم لمثل مقته مهمة إنسانية فضلك وأحب أوجه اليوم كل الشكر والتقدير بمناسبة يوم المرأة العالمي فحيث بينات أحصائياتنا وجود 1497 إماراتية تتبرع بالدم وسهموا في التبرع بعدد 1988 وحدة دم سنين من المتبرعات عمرهم فوق الستين سنة واحدة الستين واحدة الاثنين وستين سنة وتبرعوا لثلاثين وتسعة وعشرين مرة فأوجه طبعا كل الشكر والتقدير لجميع المتبرعين على هذا العمل الإنساني وبصورة خاصة للمتبرعات المواطنات على هذا العمل النبيل ممتاز نشكركم نحن أيضا على جهودكم مع تبرعكم بالدم وشاكلة دكتورة ميراو في مرة ثانية إحنا عزائي المستمرة نحن نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله نكمل فقرات صحة وسعادة صحة وسعادة ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 6-00-5-5-1-4-1-4-4 ورسائل النصية على 4-006 أجرت هيئة الصحة بتبيت تطويرا شاملا على عملية التنبؤ بحالات تسمم الدم التي كانت قد استحدثتها في فترة ماضية ضمن مشروعها الاستراتيجي الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة وذلك لتوفير المزيد من المقاومات والأساليب التي تكفل سلامة الأفراد وحياتهم وحماية صحتهم من أي تدهور يمكن أن ينتج عن تسمم الدم أظهر ذلك تقرير خاص أعدته الهيئة عن مشروع سلامة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي أكد التقرير أنه يتطور يوما بعد الآخر الأمر يشكل بنية تقنية فائقة المستوى لتنفيذ أي المشروعات والمبادرات التي تتبنى الهيئة تنفيذها لاستيما المتصل منها بالتحولات الذكية التي تشهدها هيئة الصحة بتبيت ضمن توجهات تبيت حول هذا التطوير وأهميته وجدواه بالنسبة المتعاملين والمشروعات الطبية الهيئة الصحة بتبيت يسعد أن يكون معنا اليوم في الأستوديو الأستاذ قاسم أبو طنهش المسؤول التنفيذي لمشروع سلامة في الهيئة يا صباح الويد أستاذ قاسم شخص بارك أولاً أما أعتقد أن السلامة يخفى على حد ولكن سلامة صراحة قديمة إن شاء الله الناس تعيشت مع الاسم على سنة أو أكثر بس مع هذا نعطيهم نبذة ما هو برنامج سلامة برنامج الملف الطب الإلكتروني الموحد برنامج سلامة تم إطلاقه والحمد لله في أبريل شهر في سنة 2017 والانتهاء من إطلاق البرنامج على جميع مرافق الهيئة في نوفمبر 2017 إن شاء الله نحن مع نوفمبر السنة هذا يكمل سنتين هو عبارة عن لم شمل جميع الملفات الخاصة بالمريض تحت ملف واحد إلكتروني يمكن الوصول إليه في أي لحظة في أي وقت بغض النظر وين المريض قام بأخذ العلاج أو زيارة أي مركز من مراكز هيئة الصحة في دبيت صحيح فهو ملف إلكتروني موحد في كل معلومات المريض هذا الملف أكيد كان له فوائد كثيرة على المتعاملين وعلى الموظفين وعلى الأطباء فنروح سريعاً على شو فوائد السلامة ملف الطب الإلكتروني الموحد سواء كنت متعامل في هيئة الصحة أو كنت أحد العاملين في هيئة الصحة للعاملين طبعاً إلكتروني استخدمتين ممكن فعد هو سهولة سهول الدخول للملف المريض سهولة تعامل مع جميع الفحوصات والصور الأشعة والأشياء خاصة بالطبيب للمريض وأي شيء يكون خاص بالمرض من ناحية حساسية أو شيء بإمكان يخصه قد تؤثر على سلامته بالنسبة للمريض طبعاً ما بهم وين المريض زار أي مركز أو أي مركز حوادث أو طوارئ في هيئة الصحة في دبي لا يتم نقل الملف من مكان إلى مكان أو أي عيادة صحية أو عيادة خصصية الملف موجود تحت طلب الطبيب أو المعالج في أي لحظة في أي وقت بالطريقة هاي يوفر أمان يوفر قدرة على أنك تشوفي إذا المريض عنده حساسية أو عنده ردة فعل من بعض الأدوية لا يمكن أنك أنت توصف له إياها في حال أنك أنت وصفت بعض الأدوية كان يعطيك ألورتز أنك تعطي أدوية مختلفة والإضافة إلى أن مراجعة جميع نتائج الفحصات بما فيها الأشعة والمختبرات ممتاز تأكد الهيئة دائماً بين حين والآخر المشروع سلامة هو عبارة عن بنية تقنية لجميع تحولاتها الذكية فشوية تحولات الذكية لإعتبر سلامة وحجر أساس لها في الوقت الحالي نحن في عدة مبادرات نحن بندعمها منها مبادرة استراتيجية دبيب اللاورقية وهذا إن شاء الله نحن رح نكون أحد الهيئات المشاركة فيها في هذه السنة بأننا نحن نخفض الورق ملف سلامة لغى التعامل بالأوراق واستخدام الأوراق حتى أن التوقيع الإلكتروني إن شاء الله رح يكون داخل في الملف فهذه أحد المبادرات بالإضافة إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي في تنبؤ بعض حالات المرضى أو تنبؤ حتى مواعيد حضورهم أو عدم حضورهم هذه الأشياء نحن نشغالين عليها في الوقت الحالي بالإضافة إلى سمارت فارماسي نحن أطلقناها هاية الصحة أطلقتها في دبي وعدة مبادرات أخرى ممتاز نتكلم عن مبادرات سمارت فارماسي أو صيدلية الذكية وكيف ارتبطت بسلامة به شكل مختصر به شكل مختصر من اللحظة اللي يتم فيها إصدار أو طلب الدواء للمريض يتم إرسالها للصيدلية ويتم فرز الدواء وإرساله وحتى توصيله إلى يد الصيدلي بدون أي تعامل بشري فالطريقة هي قلل نسبة الأخطاء إلى الصفر ممتاز التحديث الممكن نقول الأكبر أو الأخير في سلامة كان عن طريق التنبؤ بحالات تسمم الدم شو الجديد في المشروع كيف يتم التنبؤ وشو فايدتها نحن نحاول نستخدم المعلومات الموجودة اللي حصلنا عليها خلال السنتين الماضية بحيث أن نحن نحاول نتنبأ باستخدام تحليل البيانات بحالة تسمم الدم قبل إطلاق المبادرة اطلقنا المبادرة نحن في ديسمبر 2018 كان عندنا حوالي في سنة 2018 2019 حالة للتسمم بالدم الحمد لله من انطلاقها من ديسمبر إلى الآن في الامرجنسي روم الوحدة عندنا حوالي أعتقد 133 حالة نعم وفي الانبايشنت 192 حالة كشفنا عنها للتسمم في الدم فعاد الأقام طبعا الخمسة أضعاف الأرقام الموجودة فحتحصلها أيضا نحن طلقا حوالي كان هناك أليرت في السيستم أنه في انذار داخل السيستم لحوالي 47 ألف حالة بحيث أن القائمين على متابعة حالة المريض قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة ممتاز بطريقة هذه نحن نحن نحاول سلامة المرضى هم شيء نحن نحاول نتبعه في تطبيق نظام السلامة ممتاز حدثنا في أي تحديثات بتتم على السلامة وشو توقعات المستقبلية من مشروع سلامة نحن الآن جارين على تحديث النظام لآخر نسخة إن شاء الله وبالشهر فبراي 2020 سنطلق آخر نسخة منه سيتم إضافة خدمات جديدة كثيرة منها القدرة على الفيديو دكتور وعلى أنك أنت تسجلي دخولك للمستشفى وفور وصولك إلكترونيا أو أنك أنت ترسلي يقولي أني أنا في الطريق إلى المستشفى بحيث أنه تأكدي على حضورك بالإضافة إلى جميع العمليات المالية سيتم متابعتها عن طريق النظام أو عن طريق تطبيق مايتشارت وأيضاً نحن نسوي تجارب على استخدام الذكاء الاغصطناعي في تجربتين نحن الآن قائمين عليها مع حكومة دبي الذكية واحدة منها تدهور حالات المرضى والتجربة الأخرى تنبؤ حضور الشخص للموعد ممتاز مما أننا تأكدي تقليل الانتظار وأننا نرفع فعالية الطاقم الطبيعين ممتاز فكل هذه التحديثات ستساعد توقع أن تكون متعاملين أسعد زمن انتظار أقل أهم شيء نحن نأكد عليه هو سلامة المرضى هذا الرقم واحد عندنا نحن بالإضافة إلى تقليل الوقت وتسهيل الوضع مع الأطباء والمراجعين وأيضاً إن شاء الله هذا بيدعم سعادة المرضى وتقديمهم لأفضل خدمة في هيئة الصحبة دبي ممتاز أنا شاكراً لك أستاذ قاسم المسؤول التنفيذي لمشروع السلام فأيت الصحبة دبي هذه المداخلة الجميلة اليوم عن مشروع سلامة والتطورات الجديدة لخدمة المتعاملين شكراً لك شكراً لك نهارك سعيد طبعاً مثل ما قال أستاذ قاسم عن التغييرات أو الفوائد اللي بتضاف لبرنامج سلامة والتحديثات راح تدخلها النظام سلامة ملف الطبي الإلكتروني الموحد هو عبارة عن حجر الأساس اللي راح نبني عليه كل التحولات الذكية في هيئة الصحبة دبي واللي بتساعد أن تقديم خدمة أفضل سلامة مرضى أكثر أيضاً ممكن يساعد تقليل زمن الانتظار تحسين مخرجات العلاج عن طريق الأطباء فهذه كلها إن شاء الله راح نشوفها في الأيام الياية راح تشوفون كثير من المبادرات يتم تطبيقها لأرض الواقع وأكيد راح تستفيدون أنتم منها وراح تحسون بالفرق الملموس سواء في رحلة العلاج أو في مخرجات العلاج أي كانت طبعاً الحين موسم مدارس وما شاء الله الأمهات تكثر أسئلتهم عن كيف أحمي طفلي من إصابة بالأمراض توصلني أسئلة كثيرة عن أنه كيف أحمي طفلي من أمراض دكتورة كيف أتأكد أنهم ما بيمرض أول أيام في المدرسة كيف أتأكد أنهم يمارس العدد الصحية لأنني علمتها في البيت وكثير من الأسئلة توصل عن صحة الأطفال في المدارس وأنه هذا الحين موسم المدارس طبعاً دائماً نقول الأمهات تشجيع أطفالنا على العادات الصحية السليمة هو شيء مبني من الصغر وضروري جداً نحافظ عليه طول السنة أتوقع أن أكبر غلطة نقع فيها كأمهات لما تسكر المدرسة تبدأ جاس الصيف يبتدي هنا التساهل وقت النوم يستوي على كيف الطفل السهر عدم التضام في الوجبات تبتدي العادات الغذائية السيئة أو العادات الصحية الغير الصحية تضغى على كل شيء يعلمناه خلال السنة أنا دائماً أنصح الأمهات أنا أدري إحنا بداية السنة بس نذكر دائماً أن كل العادات الصحية السليمة اللي علمنا عليها عياننا نواضب عليها حتى في الإجازات لأنه لازم الطفل يتعلم أن هذا نمط حياة أن هذا مو مرتبط بمدرسة أو بموسم معين أو بزمن معين هذه ممارسة هذا نمط حياة لازم هو يتعود عليه ويتمارسه دائماً عشان نطلع عياننا بأفضل صحة وأعتقد هذا هو الشيء اللي إحنا كلنا نأمله كأمهات وأنا دائماً أشجع الأمهات مثل ما نسأل عياننا لما يردون من المدرسة شو تعلمت اليوم دائماً أسألت الأمهات شو شو تعلمت اليوم شو أعطتك المدرسة مع منو سولفت اليوم منو أصدقائك في الصف لكن أحياناً ننسأل شو كلت اليوم أنت في الصف شو الوجب الكثة أنت اليوم إحنا نطرش مع عياننا أكلوا والأطفال أكيد يتبادلون بينهم وبين بعض أو يأخذون شيء بالمقصة في المدرسة أو أين كانت الطريقة اللي يحسون فيها الأكل في المدرسة اسئلوا من ضمن الأسئلة شو كلت أنت اليوم شو الوجبة اللي حبيتها أنت اليوم هل شبت شيء عند ربيعك عيبك وحسيت أنت تباني أحط لك إيابة الوجبة تعرفوا على ميول عيالكم ترى الأطفال في الصيف وموجودين في البيت تكون لهم ميول غذائية معينة من تفتح المدارس لأن هناك أطفال آخرين عندهم وجبات مختلفة بتلاقون عيالكم تتغير ترى ميولهم الغذائية ممكن في أكل عمره ما كان يأكل الطفل من تفتح المدرسة بعد أول أسبوع أو أسبوعين شوفونه يطالب أنه يبا ليش؟ لأن تشاف ربيعه في الصف يأكل وممكن في أكل كان يحبه من تفتح المدرسة ما يشتيه يأكله فتعرفوا على ميول الغذائية اللي عيالكم عشان نبدأ صححها شوي من البداية ودائما أنا أتبع أحب أسلوب المسايس المفاوضة ما في شيء اسمه لا نهائيا ممنوع نهائيا ممنوع نهائيا تأكل شبس ممنوع نهائيا تأكل هذا الممنوع اللي يخلي عيالنا يأخذون الشيء من وراننا من عند البيعة من عند المقصة في المدرسة دائما خلوا المسايس مو مشكلة أنت تبقى تأكل شبس خلنا نكون بيني وبينك ناخذ نصف كيسة شبس مقابل لك تأكل تفاحة رح تأخذ نصف لوحة الشوكولت مقابل رح تأكل هالوجب أنا بعطيك يال هي الصحية فدائما التفاوض ينفع جدا مع الأطفال فأنا الحين وصلت إن شاء الله لنهاية هذه الحلقة من صحة وسعادة كنت معاكم على مدى تقريبا ساعة لهو أتمنى كنت خفيفة عليكم واسفتوا من هذه الحلقة ضيوفي ومشاركة رائعين حاب أشكرهم وحاب أشكر كل شخص استمع معانا بخلال هذه الساعة الإذاعية إن شاء الله أنا بلتقي فيكم بالحياة سبوع اليهاي فإلى أن ألقاكم إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي